اهلا ومرحبا بكم عزيزي المشاهدين ونلتقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي وزارة العمار تقول في بيانة وتصريح لها تقول ان اكثر من او قرابة تقول بالنص هكذا تقول قرابة اربع ملايين شخص يسكنون في اكثر من 1552 حيا عشوائيا في العراق اكثر من يعني قرابة اربع ملايين يسكنون في 1552 اكثر من 1552 حيا عشوائيا في العراق الحقيقة هذا الرقم كبير جدا مصادم يعني لا يمكن تخيله في بلد مثل العراق هذه موازنات المليارية وهذه 20 سنة من الكذب والادعاءات والشعارات ورعاية الانسان وحقوق الانسان والمظلومية وعلى نهج الحسين رضي الله عنه يقولون يعني نمنى الدولة والانسان على نهج الحسين هذه هذا العدالة في هذا البلد الغني قرابة هم يتحدثون عن قرابة اربع ملايين واحد يعيشون باحياء 1500 اكثر من 1552 حيا عشوائيا في العراق طبعا العدد اكبر من هذا هذا العدد كلش مضغوط العدد الحقيقي وكثير من المراقمين الكثير من المتابعين كثير من المنظمات الانسانية والحقوقية تتحدث عن اكثر من سبعة ملايين شخص يعيشون في احياء عشوائية 1552 حيا 3000 حيا اكثر لكن فقط في بغداد اكثر من حيا عشوائي العدد اكثر من هذا بكثير لان في بغداد اكثر من 3000 حيا عشوائي الرقم هذا مضغوط جدا وع ذلك هذا رقم مخيف مرعب هذا الرقم محافظة امين بغداد يتحدث قبل فترة قال انه وهي واقع حال يقول ان مدينة بغداد مصممة لاستيعاب 3 ملايين الان بيها هو يتحدث عن 10 ملايين والحقيقة انه فيها ايضا الرقم مضغوط بيها اكثر من 13 مليون مواطن ربع السكان في بغداد وبغداد 3 ارباح عشوائيات حتى الشوارع العريضة التي كنا نعرفها الجزرات الوسطية قسمت الى قطع قسموها ما اعرف من قسمها احزاب قسمتها قوات قسمتها ميليشيات قسمتها باعتها مقاولين لا اعرف الدولة طبعا شريكة في هذا قسمتها لقطع راضي وباعوها والناس بنت في وسط الشوارع يعني بالجزرات الوسطية وهكذا المدينة مختنقة المدينة بغداد هذه الجميلة تشوهت اصبحت عجوز يعني احياءها خربة يتحدثوا لي عن مجسرات ومعرف من وحيدر العبادي ان المجسرات يعني لها فعل كبير اي مجسرات تكذبون على العالم واردات العراق خلال واحد وعشرين سنة اكثر من تريليون ونصف تريليون دولار تحدثوا لي عن مجسرات كل المجسرات لو جمعتوها اللي سوتوها بالعراق ما تساوي لها مليارين دولار حتى لو عشر مليارات دولار انت ضيعتوا اكثر من الف وخمسمائة مليار دولار ضاعت بمشاريع وهمية وبالفساد وبالخراب وباللطي وبالبوق المواطنين الشعب العراقي اكثر من ثلاثة اربعة فقرة اكثر من ثلاثة اربعة 13 مليون من عنده تحت خط الفقرة لا يستطيعون توفير لقمة لقمة عيشهم اليومي وتحدثون الآن عن أزمة سكنسة نحلها واحنا في رفاهية وازدخار والعراق يتطور اي يتطور وهذا بلد يتطور بعد واحد وعشرين سنة من كل هذه المليارات ومن كل هذا الكذب والعالم كله ياكم لا حد يقول لنا امريكا ضدنا ما ادري منذ ما وقفونا هذه العامري وقال ما نقدر نبني الجنوب احنا من يقول لان امريكا ما تقبل اسرائيل ما تقبل اي اسرائيل ما تقبل اي امريكا ما تقبل مع الاسف الشديد هو من اجابكم غير امريكا واسرائيل من اجابكم للعراق غير هذوله وبالتالي تسرقون اموال الناس وتلبسون عباءة الدين والمذهب وتحدثون انتم المذهب براء منكم والدين براء منكم كل شيء الوطني براء منكم كل شيء براء منكم لانهم سراقوا فازدين وهذا الوضع اربع ملايين عراقي يعيشون في مناطق عشوائيين يعيشون في المزابل 13 مليون مواطني يأكلون من المزابل واربع ملايين شخص هو يتحدث عن سبع ملايين شخص ولاحياء فقط في بغداد 3500 حي عشوائي تحدثوا على 1552 وما يخالف هذا العدد نقبله لكن شوفوا هل يقبل هذا في بلد مثل العراق هكذا موازناته هكذا وارداته السنوية من النفط وهذا النفط ينظر ينتهي وبعدي اذا هس تدفق النفط وباله اسعار العالية الشعب يعيش هكذا حال بائس طيب اذا اذا غفظت اسعار النفط او اذا انتهت قضية النفط ماذا ستفعلون مع العراقي ماذا ستفعلون مع العراقيين هل ستغربون بالتأكيد كل واحد انه خار رصيده بره بالخارج يركب طيارته معرفين وينهزم عن طريق ايران ويروح والشعب العراقي علي انه يتحمل مصيبته هاي الكارثة اللي حلت به ما هو هاي الكارثة والله احنا انتصرنا للمذهب وانتصرنا للمذهب اي مذهب اي مذهب اي مذهب اذا الانسان انتو محتقري وهاضمين كل حقوقه هل ستراعون مذهبا هل ستراعون دينا هل ستراعون هذا ملا علاقة الحقيقة هذا الكلام لب سني ولب شيعي ولب كردي ولب عربي ما لا علاقة يعني اي واحد يدخن في هذا المسار فهو مغرض ويحاول ان يشوه الحقيقة القضية مو هاي القضية لا لها علاقة لا بسني ولا بشيء كل سنة العملية السياسية كل شعة العملية السياسية أم خوانة للعراق كل الذين في العملية السياسية هم لا يمثنون العراقيين هذا الواقع الحال هذا فبالتالي هؤلاء كلهم صراق كلهم مشتركين في قتل العراقيين شنو 4 ملايين أكثر من 4 ملايين أو قرابة 4 ملايين عيشون في أحياء عشوائية ما عدهم سكن يعني عيشون بالمذابل هذه الأحياء العشوائية يعني لبها خدمات لا بيها أمن لا بيها صيانة لا بيها كارباء لا بيها موي صالح كل شيء ما بيها يجي واحد يخلي له تشين كوات ما عرف منه طابقات ويسكن بيها لأنه ما عنده مكان وما تدري بها الأحياء العشوائية شيء يصير يعني حشى الناس بس هكذا يعني عندما يفقد القانون عندما يفقد غطاء الدولة مموجود ماكو نظام كثير نفوس كثير من النفوس الضعيفة اللي تاجرب المخدرات تاجرب لعضات وإصاباته جريمة وقتل وخطف مصائب كبيرة وبالتالي هذه هذه بغداد اللي كان يضربون بها المثل تتحول إلى مدينة بائسة كل الناس ليش يجون للبغداد لأنه ماكو شغل لأنه ماكو عيشة فيضطرون يجون إلى أسواق مفتوحة لكي يعيشوا لكي يجدوا شغلا هكذا وهذا كل ضغط على البنى التحتية على الطرق على الشوارع لذلك الزحامات لذلك كهرباء متهرية وراء 21 سنة الكهرباء لحد الآن وصرفوا عليها مليارات ولحد الآن الكهرباء مموجودة والناس تعاني ودرجة الحرارة توصل بالشمس إلى 70 درجة مئوية وبالضغي 50 درجة مئوية وعلى الناس يتحملوا والكهرباء مضفية 15 و 16 و 18 ساعة كارثة حقيقية الحقيقة يعيشوا هل الناس والمصيبة أنه هناك من يخرج يتبجح في وسائل الإعلام يتحدث لي عن ازدهار وقوة وديمقراطية وحرية وبرلمان أي برلمان أي حرية أي ديمقراطية كل شيء يرتبط بإنجازك حريتك وشرعيتك وديمقراطيتك وازدهارك كل يترجم بما تقدم من إنجاز المواطن اللم تقدم إنجاز المواطن كل هذا الكلام فارغ وكلها غير حقيقي وكلها حشو كلها كذب وهو واقع الحال كلها كذب وهذه الأرقاب تثبت هم بالتالي يعترفون أن هناك قرابة 4 ملايين عراقية عيشون بل في 552 حيّل عشوائيّن والعدد أكبر وكبير هم يعترفون أن بغداد الـ 9 إلى 3 ملايين صار بها 10 ملايين والعدد أكبر 13 مليون 14 مليون مواطن عراقي كالثة أما بالنهار ربما بغداد مع القادمين من المحافظات اللي يعدهم أشغال يجوز يصير عدد السكان 17 مليون مدينة هذه رئة واحدة ما بيها تنفس بها ما بيها حدائق ما بيها ناس وانت تروح تقعد هذه المصيبة هذه الديمقراطية اللي جابت إنها أمريكا وهذه الأحزاب التي كنتم تدعون إنها جاءت لنصرة الإنسان ونصرة المظلمين مع الأسف الشديد وقت هذه الحلقة انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة الأخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر